الحركة الطلابية المصرية الحالية تستحب أن نقدم لها أكبر فحية ممكنة أبدأ كلامي بالكلام اللي آخر حاجة كنت بيقولها زمي اللي أبني ما يجوه النظام مرعوب من الطلاب دي حقيقة هو طبعا زملائنا الموتقلين في كل كليان يحتاجين نتضامن معهم بس ممكن أقول نموذج بيعبر قد إيه أن هذا النظام فعلا مرعوب من الحركة الطلابية ومرعوب من شباب الجامعات والمدارس السنوية العامة والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية في واقعة الاتقال طلاب مدرسة ابن خلدون السنوية وطلاب مدرسة الخدوية السنوية في السيدة الزينب اللي أبض عليهم الشرطة وقدمتهم للنيابة ومش مقدمة معهم بلوتوف ولا خرطوش النيابة العامة والشرطة كانت متهمة الطلبة أن معاهم طبلة وصفارة وكرسة راسم دي حقيقة دي الأحراظ اللي كانت معها طلاب السنوية العامة اللي أبض عليهم نظام السلطة العسكرية الحاكمة طيب النهاردة هذه السلطة مرعوبة فعلا من الحركة الطلابية المصرية اللي منطلقة في الجامعات المصرية مش بس على مطالب اجتماعية متحققة بيه حقوق الطالب المختلفة اللي هو حق تماما لجميع الطلاب أنه يتعلموا كويس ويسكونوا كويس في جامعاتهم بشكل مجاني وفقا للدستور والقنون كمان رفعين المطالب السياسية الخاصة بالجامعة والخاصة بالصورة المصرية بشكل عام وده بيقول قد إيه أن هذا الجيل من الطلاب اللي نشأ ونمى وعيه في وصل الصورة المصرية إذا كان جيلنا إحنا وجيل اللي هو عاصر ودخل الحياة السياسية مع الانتفاضة الفلسطينية سنة 2000 إقدر بمشاركته إلى جانب جمهير الشعب المصري أن يسقط رأس النظام المتمثل في حسن مبارك فأنا بقول أن هذا الجيل من الحركة الطلابية هو اللي هيسقط نظام مبارك اللي مازال مصاعدة على الداخل أنا بحييكم وبدأوكم فعلا أن الحركة الطلابية في المواقع المختلفة تتضامن مع بعضها أنا شاهد الجامعة والمعادل الفنية كنت أتمنى أشوف السنواء العامة كمان موجودة الحركة الطلابية النهاردة بتفتح المصار للميادين الصورة المصرية اللي مفروض عليها الصمت بقوة السلاح بتفتح المجال للحركة العملية اللي مصانعها متحصرة ومفروض عليها الصمت بقوة السلاح الحركة الطلابية النهاردة متقدمة صفوف صفوف معارك من أجل الحقوق الاجتماعية البسيطة لكل طالب ومتقدمة كمان صفوف الصورة المصرية اللي بتطالب به العدالة الاجتماعية والحرية لكل الشعب المصري ففعلا كل الزمل النهاردة اللي حضروا هذه الندوة من قيدات الحركة الطلابية ومن قيدات الاقتصامات الطلابية يستحقوا التحية والتأدير على هذا الموقف وكلنا أمل أن هذه الحركة هتغير الوضع المفروض علينا في هذه اللحظة ونقدر نختم الكلام بتاعنا بأن صوت الطلاب الحر طالع جوة الجامعة وفي الشوائع ترجمة نانسي قنقر